مجلس النواب مجلس النواب كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعة وإحالته إلى مجلس الشورى اليوم جلست قوانين تقريباً انتهينا من نظر قانون الكشف تعديل قانون الكشف عن الذنب المالية وقد رفض المجلس هذا القانون من حيث المبدأ وبالتالي يحيل لمجلس الشورى نظر في تعديل قانون الشركات وضحت أدنى لشركات الأجنبية رأس مال الشركة الأجنبية العاملة في البحرين وبالمناسبة المشروع القانون الأول والمشروع القانون الثاني كل الاثنين جايين كاقتراح بقانون من مجلس النواب نفسه يبقى عندنا في الأخير اقتراح بقانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي اليوم نقشنا سؤالي إلى سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة بخصوص رفع الأسعار لأن الملاحظة أن الأسعار بدأت ترتفع كثير من اللغات صار نبي نعرف جهود الوزارة من خلال السؤال الموجه إلى سعادة الوزير نبي نعرف الأسباب هل هناك مثلا مخالفات وحيلة للنياب العامة في لغة كبيرة يصير في الشارع البحريني بخصوص رفع الأسعار تبين أن هناك جهود للوزارة نريد أن نطمن المستهلكين والمواطنين أن الارتفاع حصل ليس بسبب الضريب المضافة بقدر ما هو بسبب الارتفاع الشحن حيث ارتفع تقريبا حوالي 600% وهذا الشيء للأمانة كبير في حق الأسعار لذلك لا بد هناك مراقبة لا بد هناك تطبيق للقوانين لا بد أن يكون هناك أغلاق للمحلات المخالفة ترجمة نانسي قنقر